السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بمتتبعين قناة فايزة غالي إن شاء الله تكونوا باخير وعلى خير بعد هذا الفيديو هذا ما غديش يكون عندك أي مشكل في الملابس ديال فصل الربيع أو لفصل الصيف إن شاء الله غدي نقدم ليك حلول وأفكار لي حصرية دائما فابقوا أفيا الفيديو وفرجة ممتعة هون بدأوا في تفاصيل الفيديو اللي نتمنى يلقاكم وانتوما كنتم تعبوا بصحة جيدة إن شاء الله كيف ما كنتعرفوا فصل الربيع هو اللي يدخل وأيضا فصل الصيف هذي الملابس هذو كيكونوا التوب ديالهم رهيف وكنواجهوا معاهم بزف ديال المشاكل سواء كانوا هذي الملابس قدام أو لجداد يعني بزف ديال الحلول غدي نعطيهم لكم اليوم مثلا هذي القنذورة هذي غدي نشارك معاكم الطرقة باش ما كتطلعش أولا ما كتكونش قصيرة وأيضا كتشوفوا هذي الشوميز أولا هذي القاميجات هذو كلهم مكمشين وأيضا كنخفع الألوان يتخلطوا لنا خصوصا هذو اللي كيكون فيهم اللون الأبيض واللون الأسود كيكونوا شوية هكا الطرقة ديال تنظيف ديالهم باش يبقوا معنا هكا مدة طويلة كتكون الطرقة اللي هي شوية حساسة وخصنا ناخدها بعيد الاعتبار وهذي الملابس السودائلة بغن نصبنها أول مرة يعني هذو ما الأفكار اللي غدي نشارك معاكم في هذا الفيديو هذا بالنسبة للعابيات الكوح الأولى هذي الملابس هكاللي في اللون الأسود أول تصبينا اليوم سنشارك معاكم بشكا ما يتلقوش لكم اللون وأيضا سنشارك معاكم طريقة ديال النشير باش يبقوا مجبدين بحل لاجبتهم من المصبانة الملابس اللي اللون ديالها أسود وبغن نصبنها أول مرة كنشاركت معاكم في حد الفيديو سابق طريقة ديال نحفظ على اللون ديال الملابس ديال الجين فنفس تقريبا الشغلة كنديروه الملابس السوداء سواء هذو كل عابيات ديال الحضور أو هذو النوع ديال التوب هكا كنديرو واحد الكيميا ديال المون ديرو الخلو نخليها تقريبا واحد خمسة حتى العشرة ديال الدقايق وكنديرو واحد البانيو آخر كنجيبو فيه الشامبون بالنسبة لهذا الشامبون الخاص يعني أي نوع ما مش بالضرورة يكون هذا النوع هذا هو ما كيخليش لينهعفوا ذاك داك اللون البيض شي حاجة كبحة لغبرة بيضة كتكون في اللون الأسود دائما فملكت غسلهم بهذا الشامبون هذا كيكون بحل لدرتهم ذاك المونعيم ديال الملابس ما كيكونش فيهم ذاك اللون البيض او ذاك الغبرة ديال الصابون بعد ما حيتم الخل يعني ما صيتم وعلو هذي تصبينة الأولى دائما ديرو لها الخل أي لون داكين بغيتوا تحتفظوا عليه كتديرو الخل صافي كان غسلوا بهذا الطريقة هذي شامبون الخاص بشعر أي نوع عندكم سواء رخيص او لا دير تمان المهم أي نوع عندكم كتخدموا به هذ الطريقة هذي بالنسبة للملابس السوداء خصوصا احنا في المناطق هذو كيكون عندنا الشمش او الحرارة بكثرة فكييولي اللون ديالهم شوية باهت ما يلحمران ثم شتم بعد ما دوز دكسر واللون دياله كحل ما طلقش المال لأن ندرت ليها ما طلقش اللون عفوا لأن ندرت ليه الخل ومبعت ببعت لي هذ القامجة هذو هنا بالنسبة لهذا النوع ديال التوب اللي حتيز مخلطين فيها الألوان فيها البيض وفيها اللون آخر فكتستعملوا صابون الحجرة عادي أولا كتستعملوا هذك ديال الخاص بألط بيل هنا قد نستعمل معاكم الصابون كتركزوا على الأماكن دائما اللي كتكون شوية هكا اللون فيها كيتغير سواء هكا الأمام ديال القامجة كيكون بنسبة للسيدات كيكون هكا مع الأشغال ولا شي حاجة كتضروري اللون كيتبدل وأيضا ذوك الأماكن ديال تحت الإبض كيكون في يوم الإسفيران فصابون الحجرة كيقضي على جميع هذ المشاكل ديال التوب الكل أيضا كنركزوا عليه هنا كندوز لهم صابون الحجرة اللي هو عادي ممكن تستعملوا أي صابون غير ما يكونش فيه اللون باش كما يطلق لكم مش في الحواج ديالكم بالنسبة للسيدات اللي ما كيبغوش الريحة ديال صابون الحجرة أولا كتزعجهم فغادي نشارك معاكم في الآخر الطريقة باش غادي نحيدوا هذ الرائحة هذي فبقوا معايحة الأخير وما تنسوش لايك دائما للفيديو غادي ندوز لهم الصابون بهذا الطريقة نخليهم واحد شوية هكذا بغتوه هنا ما تخافوش ما غاديش يطلقوا لكم الألوان غادي ندوز لهم الصابون كيف ما شفتوا ونخليهم واحد شوية تقريبا غادي خمسة ولا أربعة ديالتقائق لأن ما فيهم شي أوسخ ليه كثيرا وصافي غادي ندوز لهم دائما هناك ندوز لهم غير باليد تحتاج لبغتوه تدرهم في الآلة ديالتصبين ودروا هذا كالبرنامج اللي هو ديالتصبين خفيف ولكن هذو ما لبسها كامل أحسن دوزهم غير باليد هنا غادي ندوز لهم وندوزهم غير في المعادي كيف ما شفتوا دوز لهم لأن الصابون الحجرة يحيد لنا هذا كواحد الإسفرر كيكون في الحويج كيكون شوية كمضببين لا يبقىش اللون ديالهما كيكونش في ذيك الحياوية في اللون وصافي بعدما دوزتوا الصابون الحاجة اللي تحيد بها الرائحة ديالصبون الحجرة اللي بزاف بزاف تقريبا جلس سيدات ما كيبغوش هذه الرائحة ديالصبون الحجرة المعجون ديالت نضيف الأواني رائع أي حاجة حتى يستعملتوا سواء كان هذا أو لا النوعية السائل غير ما يكونش فيه اللون دائما دوك الألوان دياله المنظفات راكي يلسقوا لنا وكي يكشفوا لنا الحويج خصوصا هذو اللي كيكونوا مخلطين فيهم اللون الأسود ولون آخر صافي غادي ندوزهم يعني بسرعة بها الطريقة هذي بليد وهكا كنكونوا حفظنا على هذ الملابس اللي من هذي التوب هكا اللي كيكون رهيف وأيضا المشكلة اللي كيواجهنا غادي نشاركوا معاكم في هوادك كيكونوا مكمشين ضروري خاصنا نديهم المصلوح أو لا نسلحهم في الدار فغادي نعطيكم اليوم الطريقة ديال النشير الصحيحة فغادي صغير تبقوا معايا حتى الآخر ديال الفيديو والطريقة أيضا إلى عندكم شي قندورة أو شي قميسة كيشرب دا كتوب وكيطلع هدي نشارك معاكم واحد طريقة اللي هي كتخليه طويل بحال لا يعني صلحته بحال لا دوزتوا عليه المصلوح فبقوا معايا حتى الآخر دائما وما تنسونيش دائما من اللايكات والبرتاج مع الأحباب ديالكم إلى عجبكم هذ الفيديو أكيد وبعد مسالي تنظيف ديالهم درتهم في الماكينة هكا كلهم حتى هذا اللون الأسود وهذا الألوان اللي متخلطة لانا ما قدش يطلقوا في بعضياتهم بهذيك الطريقة اللي درناتيا اللي خلوا لما اللون الأسود وأيضا حيدنا الرحة ديال صابور الحجرة بهذيك الجيل ديال أو المعجون ديال تنظيف الأواني وهذا اللون الأسود غسلتوا بشامبون يعني صافي هنا يا رخصني غدين ديرهم غير هذا البرنامج اللي هو 18 دقيقة في غير تشلال ما فيه شي يعني ما قدش نديروا السائل ديال تنظيف في غير تشلال وتنشاف وإلا بغيتوا في هذه اللحظة هذي قبل ما تخدموها تديروا المعطر ديال الملابس فكيكون أحسب يعني قد نحيدهم قد نشرح لكم الطريقة ديال هذيك القندورة اللي بغينا نطولوها تبقى طويلة يعني ما تشربت لأنها تتوب غالبا ما كيشرب سنا ضروري نصلحوه ولكن هنا قد نشرح معكم واحد الفكرة اللي كتخليه طويل وما كيطلعش هي هذه القرعة أو لها ذيك القرعات ديال الماء المعديني أو لها ديال المشرب الغازي أي قرعة عندكم بهذا الشكل هذيك تدخلوها في الكتاف بحال هذي الشكل اللي شفتو وغد نوريها لكم في السطح إن شاء الله الطريقة ديال الملابس باش ما يتكمشوش ويبقوا دائما مسرحين شوفوا الطريقة اللي درت لهذه يعني بهكا ركا تبقى طويلة وجربوا أكتر إيلا كانت عندكم جوج قرعات أول قرعات كبيرة على هكا ركا يبقوا بحال الله كيما قد لكم صلحتوها ما كتتكمش وما كيشرب شهد التوب فهذي فكرة رائعة في هذي الملابس اللي غدي جوا في فصل الصيف اللي كي يلبسوا السيدات وبالنسبة لنشرح كندرهم على طرهم والقميجات دائما كندرهم لهم العلاقة بها تشكل هذا كينشفوهما مطلوقين إلا درتوا هالطريقة هذي صدقوني غدي تحصلوا على ملابس اللي هي بحال الله اصلحتوها وزيد على ذلك الطريقة ديال تنظيف لكتخلي الملابس ديالكم أخا تكون قديمة كتبقى في حلة اللي هي جديدة وكتكونوا محتفظين عليها هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم دائما كما العادة نتمنى إن شاء الله يعجبكم ما تنسوش دائما اللايكات لأن صديقاتي كتنسو اللايك كتفرجوك يعني ما كتدرش لايك أو لا كتنسوه فما تنسو نش من اللايك دائما باش يترفع الفيديوهاك ويتقترح على المنصة ديالي يوتيوب بك وصلت معكم لنهاية الفيديو أتمنى يعجبكم خليت لكم الراحة وإلى اللقاء في فيديو قديم إن شاء الله السلام عليكم